مرحبا بكم مشاهدينا من يديد ونرحب بكل من أنظام مشاهدنا مجددا مشاهدينا في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنطقة الشرقية الحين زميلنا حمدان اللي دايما يأخذنا في الجولاد التفتيشية عند لنا شيء أو مجهزلنا شيء قامت ببلدية مدينة كلباء بزيارات متعددة الحين زميل حمدان موجود في تغطياتها الخارجية ونشوف زياراته لمصبغة الملابس في هذه المدينة نصبح عليكم مشاهدينا الكرام بكل خير ويا مرحبا بكم ويانا ويا ما كنتم طبعا تنتشر مغاسل الملابس في مختلف المدن والمناطق حيث تقدم الكثير من الخدمات الضرورية التي تساعد فيها كبيرة وشريحة كبيرة في الوافع من المجتمع والعملاء وفي نفس الوقت هناك الكثير من الأخطاء التي تسعى من خلالها بلدية مدينة كلباء متمثلة بقسم الصحة إلى الحد من هذه الأخطاء وإلزام المتعاملين أو إلزام العاملين وأصحاب المشاريع بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الجميع والحين مشاهدينا الكرام بناخذكم في جولة تفتيشية مع موظفي قسم الصحة التفاصيل أكثر خلكم ويانا إن قسم الرقابة الصحية بإدارة الصحة العامة هو الجهة المعنية بالرقابة ومتابعة محلات الكي وغسيل الملابس بدءا من الترخيص لذا يتم معاينتها وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية عند استفائها لكافة المتطلبات وتعد هذه الموافقات مطلبا أساسيا لاستخراج الرخصة المهنية ومزاولة النشاط كما يقوم مفتش والقسم بزيارات ميدانية دورية للمنشآت المرخصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة وتتنوع هذه الاشتراطات فمنها ما هو خاص بالموقع وتجهيزاته ومنها المعني بالعاملين وأخرى خاصة بالتهوية والإضاءة والصيانة والنظافة في حال ضبط أي مخالفة يتم فرض العقوبات المناسبة على المنشآة وفق ما نصت عليه لائحة الجزاءات المعتمدة من المجلس التنفيذي كما يتم إلزام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة علما بأن هناك بعض المخالفات تتطلب التنسيق مع جهات محلية أخرى لاتخاذ الإجراء المناسب كونها جهة الاختصاص كاستغلال المنشآة للسكن والمعيشة إن خدمة الخط الساخن في بلدية مدينة كلباء مستمرة على مدار اليوم لتلقي الشكاوي والاستفسارات من الجمهور ومن ثم التواصل مع مفتش الطوارئ في القسم المختص لاتخاذ اللازم مشاهدين الكرام كونوا حذرين خاصة في هذه الآونة وانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 واطمئنوا بإذن الله أنتم بخير ما دامت الجهود مستمرة من قبل بلدية مدينة كلباء وبالتحديد بقسم الصحة العامة في إلزام جميع المحال بالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من انتشار أي عدوى من خلال الملابس تمتم في أمان الله إلى اللقاء بالفعل حمدان يعني الحذر واجب خاصة خلال هذه الفترة في جميع نقدرقول المجالات سواء كانت من أطعمة من تغذية من ملابس مثل ما زودنا زميل حمدان كل شكر له على هذه التغطيات والزيارات المستمرة والشكر أيضا موصول إلى بلدية مدينة كلباء بحيث هناك العديد من الجولات التفتيشية لا تقتصر هذه الجولات التفتيشية على الأمور نقدر نقول التغذية والصحية هناك جولات تفتيشية عامة شاملة للحفاظ على سلامة هذه المدينة بحيث أنه ما شاء الله عليهم الله يعطيهم العافية شغالين 24 ساعة في التعقيم الوطني في رشل مبيدات الحشرية وغيرها من الأمور للحفاظ على سلامة ونقدر نقول صحة المقيمين في هذه المدينة مشاهدين في ظن الإجراءات الاحترازية والوقائية للدولة للحد منتشار هذا الفيروس اللي هو فيروس كورونا عملت وزارة الصحي الصحة بوقاية المجتمع على مبادرة الاستشارات عن بعد بهدف تقديم الاستشارات للمرضى دون الرجوع للمستشفيات والمراكز الصحية نتكلم أكثر عن هذه المبادرة مع ضيفتنا الدكتورة حنان علي صالح الرئيسي نائب مساعد المدير للشؤون الطبية في مستشفى خرفكان وصباحك صحة دكتورة حنان أهلاً عزتعاشة في حاجة الله ويانا في برنامو الصباح الشرقية نحن يعني كل شكر لكم شكراً على هذه الجهود في الحقيقة المبدولة من قبل مستشفى خرفكان للحماية وللحفاظ على صحة سواء كان المرضى أو حتى نقدر نقول المقيمين هناك الكثير من المبادرات من أهم هذه المبادرات واللي عيبتني في الحقيقة اللي هي الاستشارات عن بعد كلمين عنها دكتورة حنان هذه المبادرة صراحة في ظل الظروف تشايف تنهي في الوطع الحالي إحنا قد ما نقدر نحاول أن المريض أو حتى سواء كان الزوار أو المرافقين ما يدخلون عندنا المستشفى للحيط طبعاً من انتشار الفارس فهي الفكرة أن في أي مجال من التخصصات يكون في عندنا رقم خاص وإحنا طبعاً نشرنا هذه الأرقام من بين الناس طبعاً اللي معنا عساً قدرون يتواصلون أنزيل في كل عيادة هناك في رقم في كل عيادة خاصة عنك باطنية أطفال وجراحة وهكذا فالمريض يحاسي بأي المستشفى بس يمكن الحالة ما تستدعي فهو يتصل على هذا الرقم يرد عليه الدكتور ويأخذ عنك كل المعلومات طبعاً بعد ما يعرف عن نفسها يأخذ رقم الملفة من هالكلام فتشوف يعني إذا هل فعلاً حالة تستدعي أنك تجي المستشفى ممكن فقط يعني يساعد بنصيحة التليفون وهكذا جميل أنزيل اتكلمت عن أرقام التواصل الدكتور يعني شو هي الأرقام اللي ممكن أن الواحد يتصل فيها هل هناك في أرقام معينة لكل عيادة ممكن الدكتورة حنان ما تكون متذكرتنهم مثلاً أو في رقم واحد معين لا لكل عيادة في لها رقم على فكرة حتى لكل شفت في لها رقم معين آه في رقم أنتوا طبعاً وزعتوها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لفكرة أنا شفت هذه الأرقام للمشاهدين للاستفادة منها إذا نتكلم شوي عن الحالات الطارئة تكلمتي ذكرتي دكتورة أنه بإمكان أي شخص إذا كان هناك فيه وحكة خفيفة أنه يتصل ويكون هناك فيه استشارة أما بالنسبة للحالات الطارئة التي تصير الطواري عندكم شغال؟ طبعاً شغال وحن استقبل حالات طارئة فعلاً وفيه مثل شراطات معينة؟ تشوفي هناك ناس ما شاء الله وعية جداً فعلاً اللي بيت بالطواري بيكون تعبان حلو فهم يعني اللي لاحظنا عليهم أنه في نسمة خفون حتي يعني نحس مثلاً كمثال البيبي ما لزين بس أبغي نصيحه فإحنا نعطيها علامات الخطر نقولها إذا لا سنح الله صار كذا تعالي الطواري إذا تغير في وضع مثلاً كمثال يرضع وإلا ما يرضع أو أن يرجع فتعالي طواري سوري أنا طويلة أطفال فبيكون أمثلتي أكثر شيء عن البيبي عن الأطفال صحيح فأنزين نتكلم عن هذه الاستشارات إذا دعت هذه مثلاً الحالة أو هذا الطفل إلى فحص من قبل الطبيب كيف يتم جميع الاستشارات في البداية يجب أن تكون على الهاتف أو بإمكان الطبيب زيارة هذا المريض أو زيارة هذا الطفل كونتش مختصة في جانب الأطفال ممكن أن نساعدهم بطريقتين الحالات الطارئة فعلاً هم تلقائياً راح يجون الطوارئ لأنه سبحان الله المريض عارف نفسي إذا فعلاً هم مريض يعني أنه لازم أروح الطوارئ لكن إذا فيه اشتباه أو ممكن هي أو ممكن لا المراكز الصحية عندنا شغالة 24 ساعة فهم في المراكز ممكن يبحث الدكتور كامل ويشوف إذا لا سمح الله حس فعلاً أنه محتاج الحين يروح للمستشفى يكتب له تحويله يعني هاي من ضمن الأمور الجميلة في الحقيقة دكتورة حنان يعني أنا كأم ممكن أيضاً ولاحظت أيضاً الكثير من الأمهات عند إصابة أبنائهم بوعكة ما يلجؤون خاصة في الوقت الحالي ما يلجؤون إلى المستشفيات يعني يروحون بنفسهم إلى الصيدليات وياخذون الدواء فهنا يكون شوي أأمن نقدر نقول من خلال هذه المبادرة إذا تكلمنا شوي عن بجانب الأطفال نتكلم عن فئة مهمة جداً ويعطيهم العافية دائرة خدمات الاجتماعية ونوجه لهم تحية يعني وشكر عبر هذا المنبر هناك في أخبار كثيرة تسر وخاصة الخبر أن هناك أيضاً في حجر منزلي لهذه الفئة المهمة كبار السن كيف يتم التواصل معهم وخاصة ممكن كبار السن ما عندهم أرقام أو ما يعرفون كيف يتواصلون مع المستشفيات مثل نقدر نقول فئة الشباب هل هناك مثلاً في مبادرات لكبار السن إلى جانب هذه الخدمات الاجتماعية إحنا مثلاً اللي يجون في العيادات اللي يحتاجون الأدوية الدورية مثلاً أدوية الضاغط أدوية سكر يعني بدل ما إيه المريض نفسه يعني هو كبير سن ممكن إيه وينتظر يعني فإحنا نساعدهم نشوف الجدول مالتنا مالت العيادات والمواعيد أنا عارف مثلاً هذا المريض أنه في كل شهر من هالتاريخ يكون عنده أدوى لازم نعمل ريفيل المدكيشن يعني أدوية فبدل ما أنه يجي نتصل لقبل بيوم نقول أترفها اليوم إحنا رح نصرف لك الأدوية وبس ممكن يعني تعطينا مكان البيت تعطينا مكان البيت ونتفق مع سعادة المتعاملين أن نصل للدوع بالتعامل مع الصدري للمنزل يعني نقدر نقول رب ضارة النافعة وخلال هذه المبادرات أنكم تريحون جميع الأفراد المجتمع وخلال جميع الاستشارات الاستفسارات توصل لحد المنزل أنزين هذا أفهم منك دكتور حنان أن العيادات مغلقة الآن ولا مفتوحة لكن للحالات الطالقة هي مفتوحة بالصراحة ويكون الدكتور قاعد اللي هو على الهوتلاين يستقبل فيه المكالمات وفي وقت الصبح لو حس أنه لازم يشوف البيبي مثلا سوري بعد على المثال يعني يتصل لماذا عادي تعالي لي أنت العيادة أو تعالي يقول المريض تعالي الطواري وأنا بي بنفس بحصة بي في طار أنزل المخرجة الحين تعرض لنا الرقم ما شاء الله سرعة في نقدر نقول كسب المعلومات عندنا يابوا الجماعة الرقم هذا الرقم بالنسبة للحالات نقدر نقول اللي محتاجة إلى استشارات واستفسارات 800-11-11-11 هذا بالنسبة لنقدر نقول الحالات بشكل عام أو الاتصال بشكل عام لكن أيضا هناك في نقدر نقول أرقام تواصل بالنسبة للعيادات بعد الأخوان ما شاء الله والأخوة هني شغالين عشان يبون هذه الأرقام حيث أننا نعرضها ويستفيدون أكبر عدد من المشاهدين أتكلمت عن فئة كبار السن بحيث أن الاستشارات توصلهم للمنزل الأدوية توصلهم للمنزل حتى الاحتياجات الثانية اللي من المخازن يعطونهم إياها فاهم إلي كاحتياجات يومية في بعض كبار السن يحتاجون مثلا لحليب إن شاء الله هذه كلها بنفس الإجراء يتم نزيل هذا بالنسبة لكبار السن أما بالنسبة للإستشارات مثلا بما أنك مختصة في جانب الطفل الطفل الحين مثلا أصيب بوعكة طبية أخذ هذا الاستفسار أو الاستشارة عن بعد أو عن طريق اللي نقدر نقول الاتصال الأدوية كيف توصلها ولا بس هناك استشارات بالنسبة للطفل إحنا ممكن مثلا إذا هي الأم أنتصلت علينا بالتليفون نخبرها شو الإجراء مثلا تعطي أدول أو شغلة هي للأدوية البسيطة ممكن يعني تأخذها يعني ما عندنا إشكالية فيها لكن إذا حست محتاج عندها لاستكبير من الأدوية وبعد يفرق إذا كانت هاي من نوع من الأدوية الدورية يعني لا سمح الله لو كان هذا الطفل يعني من الاحتاجات الخاصة محتاج حاجة يعني دورية يوفر للمستشفى بنفس الأجراء بالضبط إن التوصيل وهكذا فهنا أما إذا محتاجها بشكل مؤقت ممكن أننا نقول لها عادي روح للمركز الصحي وهم بيعطوش كل الأدوية اللي هناك نعم ما ما شاء الله المراكز الصحية ترى نتعاونين معاونا بشكل كبير وشالين عنها صراحة يعني حين كبير بما أنهم مفتحين 24 ساعة عادة الحين ممكن الاتصالات تزيد عندكم تخوف الناس نقدر نقول هلا عن ناس من انتشار هذا الفيروس ممكن أي وعكة صحية يصيب بها هذا الطفل ممكن أن يخافون من يعني الله لا يقول من هذا الفيروس فنتكلم عن شوي الاتصال هل هناك في مواعيد دكتور حنان المواعيد تابعين صراحة كعيادات نحن مثل ما اتفقنا المواعيد فقط حق الأدوية الدورية الاتصال مفتوح 24 ساعة ما لأي مواعيد لأي استشارة فأي اتصال اللهم قتل الصرف الأدوية الدورية هي اللي محتاجة نرتب معها المواعيد لأنه يتم تنسيق مع الصيد اليوم مع المواصلات ومع الخدمات المساندة أن تتوفر يعني يكون لها جدولة معينة فهمنا نهي بهذا الطريق في كل التخصصات أيضا بإمكان أن الواحد يتصل على مدار الساعة 24 ساعة كل التخصصات كل التخصصات جميل يعني هذه المبادرات نقدر نقول الإيجابية والتي تجلب السعادة في نفوس نقدر نقول سكان أهالي مدينة خرفة شو المبادرات الثانية اللي قمتم بها دكتورة حنان تسهيلا للمرضى نقدر نقول مثل ما قلت غير هي المبادرات اللي هي الهوتلاين نحنا نسميها التواصل عن بعد وتبين صراحة هم أصلا أغلب المرضى يعني لأنه ما شاء الله احنا يعني فاهمين فاهمين الوضع وهم نفسيا قد ما يقدرون أنه ما يولون المستشفى يعني أنا هم ترى ما شاء الله رقم موزع لك ووزعتني على أغلب الأمهات فهم لما يتصلون علي يعني من باب المثال يعني كاستشارات بسيطة كحرارة وهش يالله فيعني انطمنهم بس لازم أعطيهم انستركشن لأن هذا الانستركشن وايد مهم اللي هو متى أنا لازم أي الطواري متى يصير عندي الوضع طارق عشان أنا أني الطواري فهذا مهم عسب الأم ما تتغافل عن جاسات الطواري بما أن الأهل الأختصاص موجودين والتخوف والهلع موجود نتكلم شوي عن متى يجب على الشخص أن يلجأ للطواري وخاصة بالنسبة للأطفال دكتور بما أنك مختصة بجانب الطفل مثل ما قتلت احنا احنا الصراحة مثلا عندنا المواليد الأم المفروض بقى ما تطلع يكون لها متابعة بما أن نحن المراكز شغالة هم يروحون هنا ففي بعضهم بس يردوا يتصلون لنا المستشفى بنسبة للبيبيات الأصغار إذا خايفين كشغلات بصفار رامي علي محتاجين مثلا نقيس النسبة أو حاجة نحاول نطمن الأم ودوم نسألها عن علامات الخطر بعد أغين قلت أنه لازم ننبه الأم وتنتبه لعلامات الخطر التي هي من ناحية الانستركشن متى أقولها تعالي طوروا لي حاليا أرجن أو ممكن تتابعين عند المركز الصحي وهم إلا سمح الله لو حسن الوضع صار أرجا تتجين عندنا جميل وبنسبة للحرارة هل هناك مثلا اشتراطات معينة للحرارة حتى يتم إدخالها لهذه الطواري شوفي إحنا حرارة كحد ذاتها يعني كحرارة ممكن تكون مطمئنة بس دوم لازم ننظر الأعراض التي حولها هل حرارة مصاحبة مع خمول قوي هل مثلا الطفل ما يرضع أو مثلا أخذ عينه بطريقة الفن صار سيء أو نهائيا ترجيع عنده سهال مثلا البيبي خامل فهم عليه فيه شيء مش طبيعي فيه فحرارة مع الأعراض الثانية تقلقنا بس حرارة كحد ذاتها والبيبي ما شاء الله عليه ممتاز ونشاط العام أوكي وأكله فهم عليه أوكي فما يحتاج دوم نطمئن الأم من هالنا حيث تنتبه على الأعراض الثانية لا تركزين فقط على الحرارة نصيحة أخيرة منت دكتورة قبل أن ننهي فقرتنا بالنسبة نصيحة منت للمشاهدين صراحة من ناحية نحن كطاقم طبي ونكون في المستشفيات 24 ساعة إذا لزم فنخبر الناس إذا فعلا الحالات تكون يعني ما تحتاج أن تجونا المستشفى نحن الخط الساخن موجود يعني استغلوا هذا الشي واتصلوا علينا قد ما نقدر نحاول نساعدكم بكل الطرق بس نحن من التشار والخط الساخن موجود الآن على الشاشة وأي استفسار مشاهدين عن طريق التواصل مع هذا الرقم بغض النظر أيضا هناك في أرقام مختلفة نقدر نقول متخصصة في العيادات الخارجية في مستشفى أخر فكان كل شكرا لتشاهد دكتورة حنان على هذه المعلومات القيمة وعلى زيارتك ونتمنى لكم أكيد التوفيق في هذا المجال ويعطيكم العافية على هذه المبادرات التي أطمن الواحد والتي تجلب للسعادة بما أننا في بيئة السعادة شكرا لتشاهد وراء شكرا الله أفكر الله